موسيقى وكأنه يبحث عن التصعيد بعد هزيمته ميذانيا وسياسيا هذا هو حال الاحتلال الاسرائيلي الذي لجأ الى اختراق التهدئة المؤقت قبل ساعات من انتهائها وقمت طائراته الحربية بمعاودة قصف قطاع غزة ما اسفر عن سقوط خمسة من الجرحة في مدينة رفح بدعوى اطلاق ساروخين من القطاع على بئر سبع وعلى الرغم من عدم تبني اي فصيل فلسطيني لاطلاق الساروخين الى ان الامر يعني تعمد اسرائيل افشال المفاوضات السياسية بالقاهرة خاصة بعد ان قام نتنياهو باستدعاء فريقه التفاوضي من القاهرة وامرهم بالعودة الى اسرائيل كما دعا وزراء في الحكومة الاسرائيلية الى حملة برية واسعة في قطاع غزة فلماذا الاسرار الاسرائيلي على افشال المفاوضات وهل يبحث نتنياهو عن التصعيد من اجل انقاذ رقبته من المقصلة بعد الاخفاق العسكري وانتصار المقاومة وهل اسدل السطار مؤقتا على الحل السياسي وعادت الكرة من جديد الى ارض المعركة انتهت مفاوضات القاهرة والاتفاق للتهديئة في قطاع غزة بسبب التعنط الاسرائيلي خلال المفاوضات بعد ان ادعت تل ابيب ان المقاومة الفلسطينية خرقت التهديئة المؤقتة بحسب ما ذكرته مصادر فلسطينية ميدانيا شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارات جوية على عدة مناطق في قطاع غزة بعدما زعمت تل ابيب ان المقاومة انتهكت اتفاق التهديئة المؤقت واطلقت ثلاثة صواريخ على مدينة بئر السبع وفي الاثناء قالت مصادر اسرائيلية ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بن يمين نتنياهو امر الوفدة الاسرائيلية في القاهرة بالعودة الى تل ابيب وفي اول تعليق على المزاعم الاسرائيلية صرح المتحدث باسم حركة المقاومة الاسلامية حماس سامي ابو زهري ان حماس ليس لديها اي معلومات عن اطلاق صواريخ من غزة معتبرا ان هذه الغارات الاسرائيلية هدفت الى اجهاض مفاوضات القاهرة والضغط على المفاوض الفلسطيني الطرف الفلسطيني التهم الجانب الاسرائيلي بالتعنت خلال المفاوضات وحمله مسئولية فشلها وعدم التوصل لاتفاق للتهدئة في كل بند من البنود يحاول ان يضع الاسرائيلي جملة او فقرة او عبارة تفسد هذا البند وتجعله غير مقبولا للوفد الفلسطيني الوفد الفلسطيني كله موحد على هذا الموقف كما تهم الوفد الفلسطيني الموحد الاسرائيليين بالمماطلة والمروغة ويرى مراقبون ان الشغل الشاغل لدى اسرائيل حاليا يتمثل في منع اي امكانية ان تقوم حماس وفصائل المقاومة بتطوير تسليحها وهو ما تقول اسرائيل انه تهديد لامنها برغم امتلاك جيشها لاعتى واحدث نظم التسليح في الشرق الاوسط ولمناقشة هذا الموضوع ارحب بضيفية في ستوديو مصر الليلة الدكتور عصام عبدالشافي استاذ العلوم السياسية الباحث المحلل السياسي وسيد حسين بدران المتحدث باسم حركة المقامة الاسلامية حماس اهلا بكم ايضا ارحب عبر الاقمار الصناعية معي من عمان السيد ياسر الزعترة الكاتب والمحلل السياسي اهلا بك سيد ياسر ولكن ابدأ اولا بالدكتور عصام عبدالشافي دكتور عصام يعني كيف تقرأ انتهاء المفاوضات اليوم في القاهرة حول التهديئة في غزة دون تواصل الى اي اتفاق بسم الله الرحمن الرحيم هو في البداية يجب ان نربط مثل هذه الخطوة بما هو معروف ابتداء على الكيان الاسطهيوني انت تتعامل على مفاوضات جمعية بدأت منذ عام 1991 بعد انتهاء الحرب لعلى غزمة الخليج الثانية انتهت بتوقع اتفاق اسل سنة 93 ومنذ هذا التاريخ منذ 93 وحتى الان اكثر من 23 عام تقريبا او 21 عام تقريبا ونحن نرخل في متاهة مفاوضات فرغت القضية من محتوها فرغت القضية من جوهرها الرئيس اعتقد الان ان الرهان على المفاوضات في مثل هذه الازمة تحديدا وبعد النقالات النوعية التي حققت حركات المقومة الفلسطينية حماس وتحديدا حماس في هذه الازمة اعتقد الرهان على المفاوضات لن يصب في صالح حركات المقومة سيد حسام هل الرهان على المفاوضات لن يصب في صالح حركات المقومة خاصة ان هناك من يتحدث ان هناك من الفصائل من يدعو الان الى ضرورة مغادرة هذه المفاوضات ووقفها والعودة الى الميدان مرة اخرى بسم الله الرحمن الرحيم اسمح لي ان اؤكد بداية على ان الموقف الفلسطيني موحد سواء في الميدان في المستوى العسكري في قطاع غزة وحتى على الوفد والموقف السياسي اعتقد ان في هذه الحرب قد اثبتت المقاومة قدرة مميزة في المواجهة العسكرية وايضا ابدت نجة سياسيا عاليا من حيث التعامل مع التحرك السياسي والدبلوماسي للتوصل الى اتفاقية تهدئة مشرفة وهذا يثبت ان المقاومة ليست عدمية بل هي مقاومة مدركة وواعية لكنها قوية على الارض وتعلم ان اهم عناصر القوة هو قوتها الذاتية ثم قوة الوحدة الفلسطينية وقد تحركنا في هذا الاطار وصول الامر الان الى هذه الطريق اعتقد ان الاحتلال هو الذي تحمل المنسؤولية كاملة وربما نتنياهو على عكس ما بدأ في البداية الان يسعى حتى لافشال الجهد المصري والاقليمي وبالتالي هو يتحمل مسؤولية عدم التواصل الى اتفاق حتى الان ويتحمل تبعات هذا القرار لاحقا اذا هل من الممكن انهاء المفاوضات بالفعل من طرفكم ام لا هو عمليا الوفد السهيوني انسحب بحسب ما اوردت وكالات الانباء السهيونية وبالتالي وفدنا الفلسطيني من المتوقع ان يخرج اما هذه الليلة او صباحا الغد من القاعد طيب اتحول الى السيد ياسر الزعترا سيد ياسر يعني اسألك الان حول ما اثير من بعض الاطراف ان هناك بوادر انقسام من الممكن ان تحدث بين الفصائل الفلسطينية والتي كانت اهم ركن من اركان ورقة التفاوض الفلسطيني او الشروط الفلسطينية هل هناك مؤشرات لذلك خاصة بعد طلب بعض الفصائل انهاء المفاوضات في الوقت الحالي والعودة الى الميدام مرة اخرى يعني في تقديري ان الجزء الاساسي من السياق يتعلق بالطرف المصري على وجه التحديد مدير المخابرات المصرية يبدو انه اوهم الطرف الاسرائيلي بان بالامكان الضغط على الوفد الفلسطيني من اجل تهبيط سقفه السياسي لم يكن للمقترح المصري ان يخرج الى العلن ويعرض بالشكل الذي عرض به لو لا انه كان قد حظي بموافقة اسرائيلية من حيث المبدأ التراجع عنه من الطرف الاسرائيلي هذا يعني ان هناك في الطرف المصري من اوهمه بامكانية تهبيط السقف الفلسطيني اكثر وهذا ناتج عن لعبة اللعب على تناقضات الوفد الفلسطيني من الداخل من الواضح ان المخابرات المصرية استطاعت ان تدخل على بعض تناقضات الوفد الفلسطيني بحيث تكون هناك عدة اراء داخل اطار الوفد الفلسطيني هناك طرف فلسطيني قادم من رامالله معني بمجاملة الطرف المصري باي شكل من الاشكال وهو غير معني اصلا بتحقيق انجاز للمقاومة المسلحة التي يعتبرها خصما فكريا وسياسيا كما انه يعتبر حركة حماس ايضا خصما سياسيا وهو ليس معني ان تخرج ويدها عليا من هذه المعركة هناك اطراف اخرى ربما في الوفد تريد ان تكسب وتجامل الطرف المصري ولذلك تجامل هنا او هناك في بعض التفصيلات هنا او هناك ولذلك نوحظ على سبيل المثال ان هذه الورقة التي كان او المقترح المصري الذي كان الطرف الاسرائيلي قد وافق عليه قد عاد ونكص على عقبيه وبدأ يتحدث في امر لا يمكن القبول به باي حال من الاحوال ممثلا في مسألة نزع السلاح على وجه التحديد لم يكن لفريق المقاومة ولقوى المقاومة التي تدرك ان الذي صنع السلاح المقاومة والذي صنع الانتصار وبالطبع رجال المقاومة ان يتم التنازل عن هذا السلاح من اجل اعادة الاعمار وهناك الكثير من التفصيلات التي جرى ادخالها والتي تفرغ عمليا المقترحات من مضمونها وتذهب في الاتجاه الاخر بدل ان يكون المقترح برمته على الاقل مشرف الى حد ما للطرف الفلسطيني ان يفرغ من مضمونه ويبدو كما لو ان نتنياهو هو الذي خرج ويده وعليا من هذا اذا هل ترى سيد ياسر يعني كل الاحيال ليس امام الطرف اذا هل هناك اي بوادر من الممكن ان تصيب هذا التوحد الفلسطيني وهذه الوحدة الفلسطينية التي بدأت بها هذه الورقة والتي كانت من اهم اركانها هل من الممكن اعلان سرايا القدس وبعض فصائل مقاومة والوية الناصر صلاح الدين عن ان لابد من الانسحاب فورا من هذه المفاوضات والعودة الى الميدان هل من الممكن ان يشق صف الوحدة الوطنية خاصة في جانب المقاومة الفلسطينية او من يمثلون المقاومة الفلسطينية لا اعتقد ذلك في تخديري ان الذين يقاومون على الارض متوحدون على ضرورة ان يكون هناك انجاز يتحقق لان هناك طرف موجود على طاولة المفاوضات لا صلة له ابدا بالمقاومة اسمعك نعم طيب يبدو ان هناك يعني خلل فني في التواصل معك سيد ياسر اتحول الى سيد انتوان شلحد انا اسمعك هل تسمعوني نعم سأود لك مرة اخرى لكن اتحول سيد انتوان شلحد ومعرفة الموقف الاسرائيلي سيد انتوان يعني كيف تقرأ طلب رئيس الوزراء الصهيوني من الوفد الاسرائيلي العودة الى تل ابيب والانسحاب من هذه المفاوضات هل هو من منطق القوة ام منطق ماذا هو طبعا ليس من منطق القوة انما من منطق انه حاول ان يبتز محادسات القاهرة ولم يفلح في ذلك الاستراتيجية الاسرائيلية في هذه المفاوضات كانت الوصول الى اتفاق او ترتيبات تؤدي الى اضعاف المقاومة بمعنى انه اراد من خلال السياسة ان يحقق ما فشل في ان يحققه من خلال الحرب وبرسم الوقائع الميدانية واود ان الفت النظر تعقيبا على ما تكلم به الاخ ياسر ايضا انه في الساعات القليلة الفائتة بدأت اسرائيل تضيف الى هذه الاستراتيجية تكتيكا اخر هو محاولة تأليب الوفد الفلسطيني على بعضه البعض من خلال نشر فرية ان جهاز الامن الاسرائيلي العامق اعتقل خلية تابعة لحركة حماس في الضفة الغربية كانت تنشط من اجل اسقاط حكم السلطة الفلسطينية الامر ربما الذي اثار بعض التوتر في صفوف الوفد الفلسطيني كذلك هناك تأليب اسرائيلي على الدور المصري بان مصر تتصرف في هذه المفاوضات كما لو انها ملكية اكثر من الملك وانها تتبنى المطالب الاسرائيلية باكثر مما تطلب اسرائيل يجب ان ننتبه الى هذا التكتيك الذي يستهدف ان يحقق اهدافا استراتيجية للحرب من خلال الاتفاق عجزت الى الحرب الاسرائيلية بكل قوتها وعتوها عن ان تحققه في الميدان القتالي طيب يعني اعود مرة اخرى الى الدكتور عصام طيب قبل سنعود للميدان اولا قبل العودة الى المفاوضات والحوارات هنا في الستوديو اتحول الى محمد وشيح مراسل الجزيرة مباشر مصر في غزة وما هي اخر تطورات الوضع ميدانيا على الارض وشيح اتفضل نعم يعني اخر تطورات وهدوء حذر وترقب حذر لما سيحصل خلال الساعات القادمة التصريحات التي تأتي تباعا لا تبشر بان هناك هدوء تبشر بان هناك تصعيد على المستوى القريب قبل قليل كان هناك تصريحات من حركة حماس تقول وعلى لسان الناطق باسمها فوزي برهوم تقول على نتنياهو الان ان يبدأ بالتفكير بدفع كلفة ما رفضه من قبل شروط المقاومة وبهذا التصريح يعني ان هناك جديد على الارض سيكون قلال الساعات القادمة اسرائيل قصفت في الساعات الاخيرة عدة اهداف كلها اهداف زراعية او اهداف في اراضي خالية ولكن هذه الهداف او القصف هذا القصف تسبب باصابة خمسة مواطنين على كل حتى هذه اللحظة لازال المواطن الفلسطيني بحالة ترقب هناك بعض الحركة في الشارع الفلسطيني بعض التساؤلات هل نحن امام تصعيد ام نحن امام هدوء لكن كافة المؤشرات تشير الى اننا امام تصعيد البعض يتحدث ان القاهرة او مصادر تتحدث ان انتهاء المفاوضات في القاهرة انتهت بفشل هذه المفاوضات ودون التوصل لأي اتفاق بسبب مماطلة اسرائيل واعادة فتح ملفات تم الانتهاء منها سابقا بل واستحداث امر جديد بنزع سلاح المقاومة الفلسطينية طبعا كان هذا الامر مرفوض من المقاومة بمجرد الطرح للنقاش كما تحدثوا نحن الان كما تحدثنا حتى هذه اللحظة لم يكن هناك قصف قبل ساعة من الان كان هناك قبل عدة ساعات استهدافات لمناطق متفرقة من شمال قطع غزة الى جنوبه باستهداف اراضي خالية واراضي الزراعية شكرا تسببت باصابة خمسة مواطنين من هؤلاء الاصابات هم طفلين كما جرت العادة في كل استهداف اسرائيل طيب يعني لكن قبل ان اشكرك كوشاحي يعني اسألك على الرد الفعل الشعبي في غزة الروح المعنوية لأهل غزة حديث أهل غزة في الشوارع وفي الطرقات حديثهم بيدور حول ايه؟ حديث أهل غزة الان هو اننا مع المقاومة ومع خيار المقاومة لا يوجد ددينا شيء نخسره لا يوجد ما نبكي عليه بفعل سبع او ثمان سنوات من الحصار على خطاع غزة الكل يقول انه يجب ان يكون مقابل هذه الدماء وهذا الدمار شيء على الارض يترجم على الارض وان لا فلنعود الى دوامة الصراع من جديد غالبية سكان قطاع غزة يركزون على هذا الامر كوننا نتكلم عن الاف ان اكثر من اربعمائة الف اسرى او مواطن نزحوا من منازلهم والاف الجرحة كلهم يقولون لازلنا مع خيارات المقاومة ان لم تحققها اسرائيل فالصواريخ هي التي تحققها شكرا جزيلا لك محمد والشاح ورئيس الجزيرة مباشر مصر كنت معنا من غزة دكتور عصام يعني اولا ما قاله محمد والشاح من خبر عاجل الان ان نتنياهو حركة حماس صرحت بان نتنياهو اخذ وقتا كافيا للاختيار بين الحرب والتهديئة وعليه الاستعداد لدفع الثمن ايضا خبر اللي بعديه بيقول حماس بتصرح ان احتمالات التوصل الى اتفاق هدنة دائم مع اسرائيل في غزة تتبخر هل نحن الان على اعتاب عودة الى حرب مرة اخرى بين الطرفين اما انها حرب استنزاف بعد مغادرة القوات البرية الاسرائيلية لقطوع غزة بالكال لا هو ممكن نقول انها ممكن اعتاب حرب استنزاف حرب استنزاف ممكن ان لا تكون العودة قوية بنفس قوة البداية الاولى التي بدأت في 8 يوليو ثم جاءت بعد العمليات البرية بعدها بعشرة ايام او اكثر ولكن خليني بس اركز على عدة جزئيات مهمة في هذا الاطار الجزئية الاولى الرهان اسرائيل تراين كما ذكرت اسرائيل تراين الان على عامل الوقت وستستمر في حرب استنزافها ضدها لفرض حصار واضالة امد الحرب على امل اللعب على اوراق التناقضات التي يمكن ان تظهر بين الحين والاخر وخاصة انني لا اعول كثيرا على فكرة ان الوفد الفلسطيني موحد وان هناك شفافية في هذه الوحدة للامنة لا ارهن كثيرا على دور السلطة الفلسطينية في هذه الازمة لانني اوجه للتهام الصريح والمباشر كمحلل سياسي للسلطة الفلسطينية فانها طرف من الاطراف التي ادت الى تدهور الاوضاع وانها ما كان لها ان تمارس هذا الدور لانها لم تتحرك الا بعد عدة ايام من بدء العدوان وبمجرد الاعلان عن المبادرة المؤامرة التي ترحتها مصر كانت السلطة اول من رحب بها بعد ان كانت صهيني مباشرة وبالتالي لا ارهن كثيرا على هذا الدور جزء مهم جدا جدا برضو محتاج اقوله ان على حركات المقاومة السلطة الماضية هذا اولا ان الحركات المقاومة الفلسطينية استغلت العام الاول من حكم الدكتور محمد مرس وفتح المعبر واستغلت العام الاول من عدم الاستقرار السياسي في مصر في بناء او اعادة بناء ما يمكن ان تواجه به اسرائيل وحققت به نقالات نوعية الآن عدم استغلال الفرص المتاحة وما تحقق على الارض من نجاحات لكن اسرائيل صرحت على صفحاتها صفحات جرائدها ووسائل اعلامها ان وجود السيسي والانقلاب في مصر هو ايضا فرصة لهم لابد ان يغتنمون اه ما انا بكلم عن فرصة لحماس وانك فرصة ايضا لاسرائيل اذا كانت اسرائيل تراهن على ان وجود الانقلاب العسكري في مصر فرصة كبيرة لها لانها تضغط من الشرق وهو يضغط من الجنوب والغرب فاننا يجب ايضا على محركة المقاومة ان تستغل ما اتيح لها من نجاحات على الارض ومن نقلات نوعية في ادارتها للصراع سواء ميدانيا او سياسيا لتحقيق مطالب حقيقية ولتحقيق انجازات في المفاوضات وليس اطالة امد المفاوضات لانه مفاوضات مع اسرائيل لن تحقق خلينا اسأل استاذ حسام على نقطة هامة جدا وهو اثرها السيد انطون شلحد ان كان هناك محاولة لتقليب الوضع الفلسطين على بعض البعض وفي اشعاد الوقات بتقول ان في خلايا حامساوية في غزة هي التي كانت تقود الانتفاضة وكانت تود الانقلاب على السلطة الفلسطينية ذاتها في رمالله يعني من الواضح ان الاحتلال يؤكد على فشل اجهزة الاستخبارية في الحرب في قطاع غزة وهذا امر بات واضحا عدم معرفة بالاسلحة ولا اماكن تخزينها ولا الانفاق ولا قيادات حماس ولا قيادات العسكرية للمقاومة وبالتالي يحاول ان يرفعوا من اسهمهم في الشارع الاسرائيلي فيقول ان اكتشفنا خلية في الضفة طبعا ليس في قطاع غزة هدفها اسقاط او يعني الانقلاب على الحكومة او على السلطة في الضفة الغربية يعني هذا الكلام توقيته يثير الشبهة معلوماتنا التفصيلية ونحن نعرف الاسماء التي ذكرت عدد كبير جدا منهم معتقلين اداريين من غير تهمة بعضهم معتقل منذ اكثر من عام ونصف واضافة الى ذلك سياسة حماس طيلة الفترة الماضية ليس فيها شيء موجه ضد السلطة في الضفة الغربية ولو اردنا ان نفعل هذا الامر لما توجهن الى الوحدة والى التخلي عن الحكم في قطاع غزة طوعية من اجل التواصل الى اتفاق يعني فلسطيني لكن من كان يدعو الى التظاهرات والانتفاضات في رمالة وفي كل احياء فلسطين وفي كل مناطقها كانت حماس هذا موضوع اخر نحن في موضوع التوجه لمقاومة الاحتلال في الضفة الغربية والوصول الى مرحلة الانتفاضة الجماهرية المباشرة ثم الانتفاضة المسلحة ضد هذا الاحتلال هذا نؤمن به وهو مشروعنا وندعو اليه ونباركه وندعمه لكن هذا الشيء وان نكون عملنا ضد السلطة الفلسطينية شيء اخر هذا هو الكذب وهذا هو الافتراء طيب اسأل استاذ ياسر الزعترة حول ما ذكره الدكتور عصام اولا انه لا يراهن على موضوع السلطة الفلسطينية لانه هو يعني من مفهوم حواره انه لها مصالح مع الجانب المصري على الواقع الخصوص وربما على جانب اخرى ما رأيك في هذا؟ يعني من الواضح هذا كلام سليم مئة في المئة حركة المقاومة في قطاع غزة كانت تواجه خصمين في واقع الحال الخصم الاول هو الطرف المصري المعني بتقديم استحقاقات لنتنياهو بسبب عمله لصالح الانقلاب وترويجه دوليا وبسبب استجابة قناعة السيسي بان هذه معركة مع الاخوان المسلمين وان حماس جزء من الحركة اضافة الى تقديم استحقاقات للانظمة الداعمة للانقلاب والتي تعتبر حماس احد روافع حركة الاسلام السياسي المستهدفة كجزء من استهداف الربيع العربي الان السلطة الفلسطينية ايضا تتعامل مع حماس كخصم سياسي وتتعامل مع فكرة المقاومة المسلحة على تحديد محمود عباس يعتبرها خصم ايدولوجي هو ضد فكرة المقاومة المسلحة بالكامل وعندما اجمع الشعب الفلسطيني كل الشعب الفلسطيني في نهاية ايلول من العام 2000 على خيار الانتفاضة في مقاومة في انتفاضة الاقصى الوحيد الذي شذ عن هذا الخيار هو محمود عباس واستخدم من قبل الطرفين الامريكي والاسرائيلي في حصار ياسر عرفات في المقاطعة ومن ثم تمهيد الاجواء للانقلاب عليه او لاغتياله بتعبير ادى لذلك هم يتعاملون مع حماس وفق هذا النسق وهم منذ اللحظة الاولى رحبوا بالمبادرة المصرية وهم يدركون انها كانت محاولة لاذلال حركة حماس وقبل يومين عاد محمود عباس الحديث عن المبادرة المصرية بوصفها الوحيدة والتي لا يمكن التعامل الا معها هو يحاول ان يستقطب السيسي لصالحه ضد محمد دحلان ويدرك ان محمد دحلان اكثر قربا من سلطات الانقلاب ويريد ان يستقطب لصالحه على امل ان تكون المرحلة المقبلة المختلفة الان على صعيد الوفد الفلسطيني في تقديري ان هناك شرخ حقيقي عندما يتحدث اليوم عزام الاحمد عن ان هناك اطرافا تريد ان تفشل المفاوضات هو يعني بالتأكيد وفد حركة حماس ولا يعني نتنياهو على سبيل المثال لذلك في نهاية المطاف الطرف المصري يدرك ان الذي يقرر التهديئة او عدمها هو حركة حماس والى جانبها حركة الجهاد وليس الطرف القادم طيب سيد ياسر اسألك فقط عن ما تم تسريبه بالامس بالنسبة لهذه الاخبار التي تناقلتها وسائل اعلام سريعا عن ان هناك اتفاق تم التوقيع عليه وذكرت بنوده من وراء هذه التسريبات هل كان امرا طبيعيا صحفيا كخبر من الاخبار يعني لم يتم التحقق منه ولا كانت وراء اياد معينة واذا كان فمن هو المستفيد من تلك التسريبات يعني ربما ربما تكون هناك الذي يدير اللعبة كما تعكس ذلك الصحافة الاسرائيلية وكما يتحدث عنه الخبراء الامنيون الاسرائيليون الذين يكتبون في الصحفة الاسرائيلية الذي يتحكم بالايقاع كله ومحمد التهامي على وجه التحديد والفريق المساعد له ولذلك ربما يكونوا هم الذين سربوا الاتفاق لكن الذي يبدو ان الطرف المصري عندما ادرك ان هناك امكانية للعب على تناقضات الوفد الفلسطيني اضافة الى المعطى الجديد الذي ظهر في الضفة الغربية والذي يهدف الى احداث شرخ في الضفة الغربية هناك محاولة هم يدركون انه ما من شيء يضغط على اعصاب نتنياهو ومحمود عباس اكثر من انتفاضة في الضفة الغربية وهناك حراك داخل حركة فتح وفي الجمهور الفلسطيني في الضفة الغربية يريدون ان يعيدوا حركة حماس الى المربع القديم بعد ان تنازلت عن السلطة وقبلت بحكومة الوحدة يريدون ان يقولوا للشارع الفلسطيني في الضفة الغربية انظروا هؤلاء يتآمرون من اجل اسقاط السلطة عبر التسريب البائس الذي قدمه لهم الاسرائيليون ولذلك التهامي عول على امكانية ان يكون هناك امكانية لتهبيط سقف المفاوضات بالطريقة التي جرى تسريبها واعادة نتنياهو الى فكرة نزع سلاح المقاومة ارجو لو تبقى معي سيد دياسر ورد الينا هذا الخبر العاجل الخارجية الامريكية تقول لاسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها امام اطلاق صواريخ من غزة اذا الخارجية الامريكية تصرح وهذه ليست اول مرة طبعا كما تتذكرون لاسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها امام اطلاق صواريخ من غزة وده يعني اوجه هذا التصريح الى سيد انتونش الحدوامة هو تعليقك عليه وهل تستمر امريكا في دعم اسرائيل في حربها على غزة بالتأكيد يعني اسرائيل امريكا طوال فترة الحرب قدمت لاسرائيل دعما غير محدود سواء على المستوى السياسي او على مستوى الامداد العسكري منذ فترة طويلة لم تفتح مخازن الطوارئ الامريكية في اسرائيل من اجل تزويد الجيش الاسرائيلي بالذخيرة في هذه الحرب فتحات ايضا هناك اقرار بزيادة المساعدات المخصصة لتطوير منظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ كذلك اعلن اليوم في اسرائيل ان وزير الخارجية الامريكي جون كيري سيقوم بزيارة لاسرائيل في غدون الاسبوعين المقبلين وعلى ما يبدو ان الهدف من هذه الزيارة وليس ممارسة الضغط على اسرائيل من اجل تسوية قضية غزة وانما ممارسة الضغط على الجانب الفلسطيني من اجل القبول بالمقترح الذي يلبي الشروط الاسرائيلية الادنى كثيرا من الشروط التي تطرحها المقاومة ولا شك ان هذه الزيارة ايضا تأتي على خلفية انباء تواترت في الاسبيع القليلة الفائتة بان هناك جانبا من الخلاف بين تل ابيب وواشنطن وتأتي هذه الزيارة لكي تؤكد ان العلاقات الاسرائيلية الامريكية هي من المتانة ومن الخصوصية ومن الحميمية بحيث لا تقدر عليها مثل هذه الخلافات التي تعتبرها ميشية في مطلق بالنسبة لتوقع القرارات نتنياهو في المرحلة القادمة خاصة ان هناك من يقول ان نتنياهو امام قرار لابد ان يتخذه لانقاذ رقبته من المقصلة السياسية خاصة ان حزاب اليمين في اسرائيل هناك من يلوم هناك اصوات كثيرة تلومه على اتخاذ قرار الحرب في مسألة غير محسوبة وهناك ايضا من يقول انه ورط الجيش كيف تتوقع قرار نتنياهو في المرحلة القادمة في سياق كل هذا الجدل الدائر في الداخل اسرائيلي انا اعتقد ان نتنياهو امام خيارين كما يقال احلاهما مرن الخيار الاول هو فعلا التصعيد اي العودة الى الحرب بزخمها السابق وكنت قد اشرت استاذ ايمن الى انه كيف يمكن ان يتم هذا التصعيد بعد انسحاب القوات البرية معروف ان اسرائيل اعلنت منذ انسحاب القوات البرية انها اقامت منطقة عازلة بالقرب من السياج الحدودي الذي يفصل بين قطاع غزة واسرائيل وانها بقيت تحتفظ هناك بقوات من اجل التدخل السريع ولذلك هذا يمكن ان يستخدم في التصعيد كذلك يمكن ان يستخدم في التصعيد قصف من الجو ومن البر ومن البحر ولكن بطبيعة الحال اي تصعيد سيقود الجيش الاسرائيلي مرة اخرى الى ما تسميه وسائل اعلام الاسرائيلية الوحل الغزاوي وبذا ستتورت اسرائيل الاحتمال الثاني وهو احتمال كما قلت ايضا مر ان تدخل اسرائيل في سياق حرب استنزاف وانا لا اظن ان اسرائيل جاهزة لحرب استنزاف لان مثل هذه الحرب يمكن ان تستنزفها فعلا على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والمدنية وكذلك العسكرية يعني حرب الاستنزاف في تاريخ الحروب الاسرائيلية هي اكثر حرب ادت الى ايلام اسرائيل من كل هذه النواحي هناك فقط احتمال ثالث باختصار شديد هو ان يتم نقل كل القضية الى الساحة الدولية على غرار النهاية التي انتهت اليها حرب تموز 2006 الى مجلس الامن الدولي بحيث يتم اتخاذ قرار دولي بوضع حد لهذه الحرب عندها هذا القرار يمكن ان ينطوي ايضا على فوائد ايجابية بالنسبة للمقاومة ارجل اتاكم على سيد انتوان نذهب الان الى اراء المشاهدين مع حسام يحيى من خلال صفحات التواصل الاجتماعي حول قضية الحرب في غزة والتهدئة اليك حسام نعم ايمن قضية غزة اثارت وتثير جدلا كبيرا على مواقع والصفحات التواصل الاجتماعي ونبدأ كالعادة من فيسبوك مع خالد فتح الذي يقول لحلول في وجود السيسي التعليق الاخر من خالد زعف الذي يقول الانتصار ات ات ان شاء الله فوالله ستكسر شوكتهم وستتوالى عليهم الهزائم التعليق اخر على فيسبوك ايضا من هشام حكيم يقول المبادرة اصلا غير صالحة وننتقل الان لمتابعة تغريداتكم التي وصلتنا عبر تويتر ونبدأ مع عبد النور الذي يقول مصر السيسي هي من عرقلت الاتفاق بسبب تمسك المقاومة بموقفها تغريدة اخرى من انا مين الذي يقول المحتل استغل فترة الهدنة لترتيب الاوراق والتجسس وهيبدأ العدوان من جديد والغارات بتكون اغلبها ناجحة التغريدة الاخيرة من خالد الذي يقول غزة ان شاء الله ستكون الوقود الذي سيحرق عروش الظلم والمذلة ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين هذا ما لدينا اذا حتى اللحظة ويمكنكم متابعة المزيد وطرح المزيد ايضا سواء من الافكار او التعليقات على صفحتالي البرنامج على فيسبوك والتويتر اليك ايمن شكرا لك حسام دكتور عصام كلمة اخيرة وتعليق كلمة اخيرة في كل مرة يبادر الوفد الفلسطيني بالانسحاب ويظل الوفد الفلسطيني في القاهرة اعتقد ان هذا الانسحاب ليس دليل قوة ولكنه دليل ثقة في الظهير المصري الذي يفاوض نيابة عن الوفد الصهيوني لم ولن الكيان الصهيوني في كل مرة يتحدث عن ظهير اقليمي رأس حربات سلطة الانقلاب في مصر ويرهن على مدى الدعم الذي يحقق له لم ولن تكون المفاوضات سبيلا لاستعادة الحقوق في مواجهة الكيان الصهيوني فقط دولة الاحتلال ورئ الهاب لا يسقطها الا الجهاد طيب سيد حسام من الذي استفاد من فترات التهديئة هناك من يقول انها كانت لعبة اسرائيلية استفادت منها يعني هذا ما يحاول ان نصوره الاحتلال لكن الواقع غير ذلك المتغير الاهم في كل الصراع في هذه المرة هو ان هناك مقاومة عسكرية مسلحة في الميدان فلسطينية لا تكتفي بان تكون الضحية كما اعتادت فلسطينيون بل هي تؤذي الاحتلال وتربك حساباته على المستوى السياسي وعلى المستوى الامني وعلى المستوى العسكري مطالبنا نحن اخذنا قرار نهائي كشعب فلسطيني وكم مقاومة هذه المطالب سوف تتحقق بأي اسلوب وبأي طريقة سواء تدخل مجتمع الدولي او الاقليمي او الاحتلاء كان لرأي اخر سنأخذ هذا المطالب مهما طالد السياسي شكرا جزيلا لك سيد حسين بدران المتحدث باسم حركة المقامة الاسلامية حماس الدكتور عصام عبدالشافر استاذ العلم السياسي والبحث والمحلل السياسي كما نشكر السيد ياسر الزعطرة الكاتب والمحلل السياسي كان معنا عبر اقمان افطناعية من عمان والسيد انطوان شرحاد الباحث المتخصص في الدراسات الاسرائيلية وبعد ذلك نذهب الى الفقرة التالية حيث العرض متواصل في مصر الليلة وفيه بعد الفصل بس نصر في التموين بتاعنا لنا شهرين ما صرف نعش بعد اسابيع من تطبيق منظومة الدعم الجديدة شكاوة متزايدة من تأخر صرف السلعة التموينية وارتفاع اسعارها